للاسياحة فكرة برامج الحماية دكتورة نيفين الأباج وزيرة التضامن كانت قلنت أنه بيتم إنفاق 9.5% من الناتج المحلي على برامج الحماية الاجتماعية هل طلبتكم زيادة المبلغ ولا زيادة العدد؟ إحنا بنتكلم في الاتنين إن العدد زاد غصباً عننا العدد زاد مع كثافة السكرية اللي بتزيد كل يوم فبنتكلم عن الثانين بنتكلم عن زيادة المبلغ وزادة عدد الناس اللي حننفق عليها لإن هي كده ولا كده هم زادوا فإحنا بنتكلم عن التسعة ونصف نية ده استحقق دستوري وبالتالي وزارة التضامن مكلفة إنها بالفعل تنفزه إحنا بنتكلم إنه ده بقى مش السقف لا إحنا عايزين ده يبقى لحد الأتنى إحنا بنتكلم إن هذا لا استحقق لبقى سقف يزيد سقف يزيد يعني كده لسببين مهمين جداً رقم واحد زيادة السكرية وكده ولا كده لازم نزيد رقم اتنين للأمانة يعني إحنا الأسعار اختلفت وبالتالي هذا الرقم في الموازنة لابد أن يتحرك إلى الأعلى شوية عشان يضط هل فيه طرحي دكتور أيمن بكيفية توفير بقى الأموال اللي حنرفع بيها صحيح كان الكلام النهاردة على هذا الشقة عندنا في مصر أربع مصادر الدخل القومي عوائد المصريين بالخارج عندنا قناة السويس طبعاً عندنا الصدرات المصرية عندنا السياحة السياحة معطلة بقى لها سنوات عشان كوفيد الحقيقة يعني اللي عملت الشهلة الاقتصادي للعالم كله سنتين قبلها كان الإرهاب في سيناء والحمد لله قضينا عليه ملحقناش نفوق دخلنا في السنتين بتوع كورونا خلصنا كورونا فأمان الله لقينا دخلنا في الحرب الروسية الأوكرانية طب إيه مشكلتنا معاها كسياحة مشكلتنا أن معظم السياح اللي بيجوا في الفترة دي بيجوا من شارق أوروبا وشارق أوروبا طبعا في حالة غير مستقرة وبالتالي ده أم أثر علينا بشكل أو بآخر تكلمنا بقى في مقاصد جديدة تكلمنا عن أنواع من السياحة عظيمة في مصر في ملف السياحة ملف السياحة تكلمنا عن السياحة الرياضية وإنها ممكن تؤتي بمليارات كبيرة جدا للبلد إيه في الرياضة قل مهم الناس تعرفك اتكلمته في إيه يعني مثلا الرعلي بتتكلم فيه سياحة سياحة يخوت إيه إيه اللي ممكن يضاف الزي ما حريكت تفضلتي هو لو بنتكلم عن الرياضة بنjugالل ن that's passionate with you بنكلم على الرعالي طبعا بنكلم على السياحة المرتبطة بألعاب الميا اللي هي الكتيرة جدا في العالم وإحنا أفضل يعني احنا عندنا غردقة وعندنا عندنا الغردقة الغطس بتكلم في الغطس بنتكلم في الغطس المائية بالتحديد هي تاخد النصيب الأكبر لأن احنا عندنا مناخين مختلفين أو نقدر نقول لونين من المائية مختلفين البحر الأحمر والبحر المتوسط له طبيعة وده له طبيعة ده ينسب العديد من الرياضات والآخر ينسب أنواع أخرى وعندنا أفضلية ده في العالم بالإضافة بقى إلى المناخ العظيم اللي هو يؤدي إلى العبد يتتمل بالسهولة يعني لو بنكلم على العبد المائية دائما مرتبطة بالمناخ مش بس البحر يبقى هادي ولا البحر يبقى معرفش قوي عشان نلموج لا إحنا محتاجين كمان الهواء ما يأثرش على الألعاب دي ما يبقاش معيق لسياحة السياحة اللي يخوت مثلا لا اتكلمنا في أكتر من حاجة وأكتر من مقصد ما صار العقية المقدسة وكيفية إحياءه حاجات تدر عوائد الحياة بالمليارات ايه تاني في السياحة طرحته اتكلمنا على أكتر من حاجة اتكلمنا على تدريب العاملين بقى تهيئة البيئة نفسها بقى للسياحة عندنا أزمة كبيرة في تدريب العاملين آه صحيح عندنا غرفة السياحة بتقوم بدور ولكنه مش بدور المربو طب شركات السياحة طب الرخص تاعت شركات السياحة اللي وقفة بقى لها سنوات دي مهمة أوي بزراب تفدر مش قانل لوان احنا نفتح الاستثمار بقى للقطاع الخاص في هذا المكان عندك غرف وقتلات مقفولة على فكرة مقفولة طبعا طبعا عشان احنا برضو على مجموعة بس من الشركات شغالين لا بنفتح ده كمان حتى لو مستثمر أجنبي في السياحة ياخد رخصة وده برضو كلام جديد ما كانش موجود قبل كده متروح على المعينة بولي سبتك أفكار كلها خارج الصندوق أفكار بيضحة أفكار بيضحة العاملين في السياحة سواء كانوا عمال أو موظفين أو أصحاب شركات سياحة عندهم معاناة من كم حاجة اضطرحت بشكل مباشر وبحرية شديدة وخدنا ملاحظات أو توصياتها في نفس اليوم وإحنا عادين كلاحظة